السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في قناتنا قناة أنشطة الهادفة في هذه السلسلة الخاصة بأهم الشعب والتخصصات والمدارس بعد البكالوريا لجميع الشعب في هذا الفيديو سنتعرف على قطاع البناء والتعمير ومع أول مؤسسة وهي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لينا يهديف تكوين بهذه المدرسة إلى إعداد مهندسين معماريين وأطر عليا في ميادين الفنون والتقنيات المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير والميادين المرتبطة بها بالنسبة لمدة التكوين فيستغرق التكوين بسلك مهندس معماري 12 فصلا موزعة على 3 أسلاك يحصل بعدها الطالب المتخرج على ديبلوم مهندس معماري بالنسبة لشروط الترشيح فيشترط في المترشح أن يكون حاصلاً عن شهدات البكالوريا بميزة مستحسن على الأقل في إحدى الشعب التالية شعبات العلوم الرياضية شعبات العلوم الجريبية شعبات العلوم الاقتصادية والتدبير شعبات العلوم والتكنولوجيات أن يكون حاصلاً على معدل يفوق أو يساوي 12 لعشرين في الامتحان الجهوي والحصول على معدل عام للبكالوريا يفوق أو يساوي 12 لعشرين بالنسبة للأحرار أو الأجانب وأن لا يتعدى سنه 22 سنة في تاريخ إجراء هذه المباراة بالنسبة لكيفية القبول يتم القبول بالسنة الأولى عن طريق انتقاء أولي بناء على معدل يحتسب كما يلي 25% لمعدل الامتحان الجهوي و 75% لمعدل الامتحان الوطني بالنسبة لأحرار أو البكالوريا أجنبية يتم الانتقاء بناء على المعدل العام للبكالوريا هناك اختبارات كتابية بعد ذلك إبخوف كيستي أم 30 دقيقة يعني اختبار متعدد الاختيارات ثم إكسبسيون كخيط 45 دقيقة إنشاء وضع إنشائي ثم إبخوف ديكسبسيون غرافيك ساعة واحدة وبعد الانتقاء والاختبارات الكتابية هناك مقابلة مع لجنة المباراة بالنسبة للناجحين في الاختبارات الكتابية وللمزيد من المعلومات حول مباراة الولوج يرجى زيارة موقع المؤسسة عبر شبكة الانترنت أما بالنسبة لمسترحة الترشيح يتم الترشيح لمباراة الولوج المدرسة عبر شبكة الانترنت في الموقع الإلكتروني أسفله وذلك عند فتح باب الترشيح هناك أيضا مصاريف الملف الترشيح وهي من الدرهم تؤدى عن طريق تحويل بانكي على حساب المدرسة لدى الخزينة العامة بالرباط ويجب الاحتفاظ بوصل أداء المبلغ والإدلاء به أثناء إجراء المباراة ثم بالنسبة للتكوين يتم التكوين مؤسسة تابعة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالمدن الرباط فاس تطوان ومراكف وذلك حسب توزيع جغرافي تحدده المدرسة العنوان هو المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية شارع للفاسي صندوق بريد 6,370 الرباط بالنسبة لمعاهد الرباط www.arche.ac.a بالنسبة للبريد الالكتروني لمزيد من المعلومات بالتوفيق إن شاء الله للجميع ونلتقي في فيديو آخر وفي مدرسة أخرى أو في مباريات جديدة لا تنسوا الاشتراك والمشاركة مع أصدقائكم حتى تصلهم المعلومة